شركة GER Detect وبالتعاون مع وكيلها الحصري شركة UIG Detectors تقدمان لكم برنامج التصوير 3D GER Analyzer شغل الجهاز اللوحي ثم قم بإنشاء اتصال بين الوحدة الرئيسية والجهاز اللوحي وذلك بالضغط على إيقونة البلوتوث المتواجدة على يمين شريط المهام قم باختيار Add Bluetooth Device سيقوم برنامج البلوتوث بالبحث عن الأجهزة المتواجدة بالقرب من الجهاز اللوحي مثال Deep Seeker قم بالضغط عليه ثم اختر Pair ستظهر نافذة لإدخال كلمة المرور وهي الرقم 1000 اضغط على زر Next لإتمام عملية الاقتران بين الجهاز اللوحي والوحدة الرئيسية بعد الانتهاء من الاقتران يجب الضغط على إيقونة البلوتوث مرة أخرى واختيار Open Sitting لتظهر النافذة الخاصة بخصائص البلوتوث اختر Comports لمعرفة رقم المنفذ Outgoing والذي سيستخدم لاحقا في برنامج التصوير قم بإغلاق النافذة وشغل برنامج التصوير 3DGER Analyzer بعد فتح البرنامج قم بالضغط على أيقونة تصوير جديد ستظهر النافذة الخاصة بضبط إعدادات التصوير وهي كالتالي اختيار الجهاز قم باختيار اسم الجهاز مثال Deep Seeker المنفذ قم بإدخال رقم المنفذ Outgoing الذي تم الحصول عليه من خصائص البلوتوث مسبقا طريقة التوصيل قم باختيار بلوتوث نظام العمل اختر مسح الأرض عدد النبضات لكل خط فهي متخصصة بتحديد عدد الصور ضمن الخط الواحد مثال اختر عشر صور عدد الخطوط وهي لتحديد عدد الخطوط المراد البحث ضمنها وكمثال اختر ثلاثة خطوط اتجاه التصوير هي اختيار طريقة المسح أثناء التصوير ويوجد طريقتان للمسح إما المسح باتجاه واحد أو المسح باتجاهين أي ذهابا وإيابا وعلى سبيل المثال اختر المسح باتجاهين ثم اضغط على اتصال ستظهر رسالة تحذيرية اضغط على Continue لإتمام العملية نقوم الآن بالسير على شكل خطوات متتالية وبين كل خطوة مسافة لا تقل عن ثلاثين سنتيمتر مع مراعاة الابتعاد عن الخط الأول مسافة ثلاثين سنتيمتر أثناء التصوير إياباً مع الضغط على زر التصوير لكل خطوة وأثناء عملية التصوير ستظهر على شاشة الجهاز اللوحي صورة ثلاثية الأبعاد للهدف الذي يتم تصويره بعد الانتهاء من عملية المسح ستظهر لدينا صورة متكاملة ثلاثية الأبعاد حيث تكون الصورة مكونة من شبكة مربعات والتي تعبر عن عدد الخطوات والخطوط التي تم مسحها مثال لدينا شبكة من الخطوط مكونة من ثلاثة صفوف وعشرة أعمدة للحصول على معلومات تفصيلية لنقطة معينة داخل أي مربع نقوم بالانتقال إلى هذا المربع ليقوم البرنامج بإعطاء البيانات التالية عمق الهدف في باطن الأرض رقم الصورة رقم الخط القيمة نستطيع الانتقال بين مربعات الشبكة من خلال أيقونتي Up Down لتخفيض ارتفاع الصورة استخدم أيقونة انخفاض وارتفاع الصورة وتستخدم أيقونتي المثلث والنقطة لتمييز الصورة بشكل أوضح وتقليل الأملاح المعدنية المحيطة بالمعادن والفراغات وتقريب الصورة للشكل الهندسي لفتح صورة تم حظها مسبقا اضغط على أيقونة فتح ثم الضغط على زر إعادة تعيين لإغلاق الصورة الحالية اضغط على أيقونة الإغلاق لحفظ الصورة بصيغة قابلة للتحليل فيما بعد اضغط على أيقونة الحفظ لحفظ الصورة بصيغة جي بي جي اضغط على أيقونة الحفظ كصورة لطباعة تقرير القيم اضغط على أيقونة الطباعة لإعادة الصور للحالة الافتراضية اضغط على أيقونة إعادة تعيين لإخفاء خطوط الشبكة أو إظهارها اضغط على أيقونة شبكة لتكبير أو تصغير الصورة استخدم أيقونتي التكبير أو التصغير لرؤية الصورة من عدة اتجاهات اضغط على مشاهدة لتظهر عدة خيارات ملء الشاشة وتعني إمكانية تكبير وتصغير نافذة البرنامج رؤية عالية وتعني رؤية الهدف بشكل عمودي من الأعلى للأسفل رؤية جانبية وتعني مشاهدة الهدف من إحدى الجوانب منظور المشاهدة وتعني رؤية الهدف من الجانب الآخر شريط الأدوات من خلاله يمكنك إخفاء أعمدة الأدوات والخيارات على يمين ويسار وأعلى البرنامج لرؤية الصورة بشكل ثنائي الأبعاد 2D اضغط على إقونة اللون البراد رؤيته بشكل 2D يمكنك أيضا إخفاء أحد الألوان بالضغط على إخفاء أو تجاهلها ودمجها مع لون التربة أي اللون الأخضر بالضغط على عديم اللون أما بالنسبة للقيم في كل صورة فهي كالتالي إذا كان الفرق في القيم كبير بين كل صورة والصورة التي تليها وتحمل نفس اللون أو أي تغير مفاجئ في القيمة هذا يدل على وجود جسم غريب معدن أو فراغ يمكن رؤيته بشكل واضح ضمن الصورة مثال لدينا القيم التالية ستون خمس وستون خمس وسبعون مئة وأربعون فإن الصورة ذات القيمة المرتفعة أي مئة وأربعون دليل قطعي بوجود هدف حقيقي تحتها مباشرة أما إذا كان الفرق في القيم بين كل صورة والصورة التي تليها متقاربة بدون أي تغير مفاجئ في القيمة هذا دليل على عدم وجود أي هدف يعمل برنامج 3D GER Analyzer بعدة لغات وهي الإنجليزية الألمانية العربية التركية الروسية الفرنسية بالانتقال إلى الصورة التي تم التقاطها وهي عبارة عن أربعة ألوان مقسمة على النحو التالي اللون الأحمر لون المعادن اللون الأصفر لون الأملاح المعدنية اللون الأخضر لون التربة اللون الأزرق لون الفراغ تمنياتنا لكم بالتوفيق برحلاتكم الاستكشافية ترجمة نانسي قنقر